اشتركوا في القناة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نشاهد هذه المقاطع للشيعة السبائية وهم يريدون احتلال مكة والمدينة والسعودية بصفة عامة ليحولوها لأرض مجوسية لا يعبد فيها الله ولا مكان فيها لكتاب الله القرآن وما حلمهم باحتلال أرض الحرمين إلا لإخراس القرآن فهدفهم الأول والأخير هو القرآن وما الكعبة والمجد الحرام ومجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحلمهم بهدم هذه الأماكن إلا وسيلة للوصول إلى القرآن الذي في صدور الناس وقد يستغرب البعض من هذا الكلام ولكنه الحقيقة التي لا غبار عليها وهذا سنوضحه بعد مشاهدة هذه المقاطع وسنرى من يحركهم للقيام بذلك تعالوا نسمع أبو مهدي المهندس عراقي الجنسية متجوز من إيرانية إيه الحلم اللي هو بيحلم به والله عز وجل لن يمكن له بفضل الله عز وجل وقد راح ووراه التراب هو قاسم سليمين تعالوا نسمع هذا الطائق أبل مهندس لأسي قبل أن يموت كانت بيحلم بايه بقوله نتمنى من العم الشهادة معنا من أبو مهدي الشهادة فإنه رد عليه أن تتخيل الشهادة الذي يكون في كم سنة قال له خمس سنين في تدمير إسرائيل يعني الشهادة بتاعتك تكون في إسرائيل قال له لا لا ليس إسرائيل ولكن الرياض ليس إسرائيل ولكن الرياض وأكد قال السعودية فده الحلم الإيراني اللي المفروض الناس كلها تعرفه الآن حلم إيران الاستلاء على المسجد الحرار الاستلاء على الكعبة أحمد الشيعي من الإيراب عندك رد على ما طرحنا اليوم أنا بس استورب في هذه اللحظة شفت أنه جاي تحملنا سأل القرامطة والقرامطة إسماعيليين وإحنا إسماعيليين وإحنا ما نوال إسماعيليين ياسر الخبيث شيعي 12 أو مش شيعي 12 ياسر 12 ياسر خبيث سمعت بذها قول طبع إحنا أخذنا على أطيقنا تحريره مكة والمدينة ليس فقط هدم المسجد الحرام وتغيير مكانه ده كلامه إيش حكمه عندك؟ شوف صارحة أنا صارحة أتخل أقول لك إيش؟ أنا ما شايف هذا الكلام لسه عرضوا على الشاشة أنا ما شايف هذا الكلام لسه عرضوا على الشاشة بالصورة عرضوا باسم المقطع عرضوا من قناته هنلفوا ونظور باش لفوا دورا شوفوا أنا أخذ هذا الكلام أنا أخذ هذا الكلام ويقصد هدم ويقصد هدم المسجد ويقصد هدم نحن استعبع إسمع 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 المعلنة بشكل صارخ وواضح أن من الأهداف تحرير مكة والمدينة يلا يا حبيب أقول لي رد عني بقى فضل تحرير مكة والمدينة ما بيجي يعني بي بالله شايف المكتب بعض الكلام ماذا أخذب بتحرير مكة والمدينة فضل اللي يقصد بها أن يرى الأذان الإسلامي الأذان ما لك أذان الشيعة أصبر يا حبيب أصبر يا حبيب وتحرير أصبر مو فقط إعادة بناء تحرير بحيث المسلمون يذهبون إلى مكة للحج يسمعون في الأذان أشهد أن علي ولي الله اللهم صلي على اللهم صلي على ليس فقط هدم ليس فقط هدم يعني الهدم والتحرير والأذان نكمل ها هو وين جاء الهدم أنا أحكلمة في قناته اكتب كده اكتب كده اكتب كده في اليوتيوب الشيخ الحبيب من أهداف منهجنا وتحرير مكة والمدينة وعرضت رواية الآن من الإرشاد المفيد بأن المهدي يهدي من مسجد الحرام تمام حتى يرده إلى أساسه وتحويل المقام إلى الموضع الذي كان فيه وقطع أيدي بني شيبة الذين أخذوا مفاتيح الكعبة أنا أعتقد أنه إذا ظهر الإمام وهدم الكعبة ممكن أن نصف المسلمين يثورون ضد الإمام المهدي بالفعل أنه كيف تهدم قبلتنا عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال القائم يهدم المسجد الحرام مو بس الكعبة المسجد هذا كله يهدم بعد ومسجد الرسول بل عندنا رواية إذا ظهر الإمام المهدي سلام الله عليه يجعل المساجد جمّاء قلت ما جمّاء قال لا شرف ولا فضل لها البلاد الحجاز حرره حرر الكعبة لها سوي سوي تفجير بالكعبة قل عمي الكعبة ترى مغتصبة والمهروض الواحد ما يجي يسجد للكعبة مشرك هذا لأن الكعبة صارت معبود صار حمي له صحيح مو صحيح الكعبة هم صارت معبود عليه سلام علي الله حل Potato واسط و الحل و الفصرة و الناصرية و الإعمارة و إن شاء الله في الموصل و إن شاء الله بعد مثل بدينة المنوى و البقيع ونقيم مجالس حسينية بالكعبة Kag! بمدينة المنوى و البقيع ونقيم مجالس حسينية بالكعبة الحجر الشعبي الذي سوف سيدخل الخليج بعمر المرجحية بعد أن نقضي على مرتزقته بإمكاننا هذه الحجر الشعبي أن يصل إلى عمق السعودية انتقامه أمر من محمد الصد أعلى الله مقامه ومن الحوض الناصقة بأن تقتلوا كل وهاب نذل على كل الشيعة أن يستعدوا لهذه الحرب القادمة نحن إن شاء الله متوجهون إلى بلاد الحرمين إذن بعدما شاهدنا هذه المقاطع واستمعنا لما فيها نعلم مدى الحقد الذي يكنه السبائية الأرجاس لمقدسات المسلمين مكة والمدينة والكعب والمجد الحرام ومجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والهدف واضح من خلال ما سمعناه وهو أن السعودية أرض التوحيد ويرفع فيها آذان التوحيد وهم يريدون أن يرفعوا آذان الشرك والكفر ولأن العربية السعودية يصدح فيها القرآن في مكة والمدينة وفي كل أرجائها بينما الأنجاس الأرجاس يريدون أن يخرسوا القرآن كلام الله ويصدحوا بالكفريات والشركيات على منابر مكة والمدينة بعدما يحولونها إلى حسينيات ويجعلونها أماكن للطم والتطبير والتطيين والزحف كالخنازير والكلاب لكن يبقى السؤال المهم يا إخوان وهو لماذا هذا التحامل على القرآن والعداوة لكلام الله ولماذا هذا التحامل على الكعبة المسلمين والسعي إلى هدمها هل هي أهداف شيعية خالصة أم أن الشيعة السبائية ينفدون أجندات أعداء الإسلام والمسلمين وما هم إلا مجرد أدناب وأحدي لأسيادهم في حوزة لندن وتل أبيب هذا أمامنا كتاب الحركات النسائية في الشرق لمحمد فهمي عبدالوهاب المجلس العام للجمعيات الطلابية جامعة اليارموك الجزء الثالث صفحة 8 يقول تحت عنوان مؤامرات صليبية في أواخر القرن الماضي وقف مستر غلاديستون رئيس وزراء إنجلترا في مجلس العموم البريطاني وقد أمسك بيمينه كتاب الله عز وجل وصاحف أعضاء البرلمان وقال إن العقبة الكأود أمام استقرارنا بمستعمراتنا في بلاد المسلمين هي شيئان ولا بد من القضاء عليهما ولا بد من القضاء عليهما مهما كلفنا الأمر أولهما هذا الكتاب ورفع كتاب الله أي القرآن وسكت قليلا بينما أشار بيده اليسرى نحو الشرق وقال وهذه الكعبة وهذه الكعبة إذن مستر غلاديستون رئيس وزراء إنجلترا كان يحلم بالقضاء على القرآن وبالقضاء على الكعبة أليس هذا ما يصبو إليه الشيعة أليس يعملون على القضاء على القرآن بالدعائهم أن القرآن الحقيقي مع خسر مجوس المهد الخرافة لينفر الناس من القرآن الذي بيد أيدينا اليوم أليس السبائية يعملون على تنفيذ رغبة وخطة غلاديستون رئيس وزراء إنجلترا في القضاء على القرآن أليس ملكة بريطانيا قلدت سلمان رجدي الذي ألف كتابه وسماه آيات شيطانية قلدته وساما شرفيا لأنه نال وطعن في كتاب الله أليست هي التي عملت على إخراج خاسر الحبيب من السجن في الكويت وجلبته إلى بريطانيا ومولته وقنواته تبت عبر القمر الاصطناعي الإسرائيلي وها نحن سمعناه من هناك وهو يريد تحرير مكة والمدينة ويريد أن يهدم الكعبة وبالتالي يقضي على القرآن الذي يحلم البريطانيون بالقضاء عليه أليس هدم الكعبة أيضا حلم بريطانيا ورئيس وزرائها في مجلس العموم بريطاني يقول بملء فيه يجب القضاء على القرآن والكعبة المؤامرة واضحة والمنفدون الأحدية معروفين فهل ما قاله غلاديستون حالة فردية؟ هذا أمامنا كتاب دعاوي الطاعنين في القرآن الكريم والرد على الطاعنين لمؤلفه عبد المحسن المطيري الجزء الأول صفحة 73 يقول ويقول وليام جي فورد متى توارى القرآن متى توارى إما تختفى متى توارى القرآن ومدينة مكة عن بلاد العرب وهذا ما يعمل عليه الشيئة يريدون أن يقضوا على القرآن وعلى مكة متى توارى القرآن ومدينة مكة عن بلاد العرب يمكننا حينئذ النار العربي يتدرج في طريق الحضارة الغربية بعيدا عن محمد وكتابه بعيدا عن محمد وكتابه وهذا ما هم عليه الشيئة بعيدون عن محمد وكتابه لا مكان لمحمد عندهم لا مكان لمحمد عندهم إلا نفاقا فقط يتبعون 12 معصوما موهوما ولا مكان للقرآن عندهم فقط مصحف فاطمة والجفر الأبيض والجفر الأحمر ودؤبة السيف والجامعة وصحيفة الناموس وصحيفة العبيطة إلى آخره كل هذا من أجل تجاوز القرآن لأن القرآن لا يخدمهم كما لا يخدم حوزة لندن نكمل ويقول اللورد كرومر في مصر جئت لأمحو لأنهي لأمسح جئت لأمحو ثلاثا القرآن والكعبة والأزهر القرآن والكعبة دائما القرآن والكعبة ويقول جون تاكلي يجب أن نستخدم القرآن وهو أمضى سلاح ضد الإسلام نفسه بأن نعلم هؤلاء الناس يعني المسلمين أن الصحيحة في القرآن ليس جديدا وأن الجديد ليس صحيحا أليس الشيعة يقولون بتحريف القرآن ليسقطوه ويشككو الناس فيه أليس الشيعة كما رأينا في المقطع عندهم روايات عن مهديهم أنه سيهدم الكعبة والمجد الحرام ومجد رسول الله وبعدها يهدم كل المساجد ويجعلها جماء لا اعتبار لها ولا قيمة لماذا يفعل هذا لأنه يتلى فيها كلام الله ويصدح على مآدنها آدان التوحيد إذن لا بد من هدمها كما أوصى مستر جلاديستون زعيم حوزة لندن واللورد كرومر كما مر بنا حين قال جئت لأمح تلاتا القرآن والكعبة ثم يقول إذن هم يعرفون أن القرآن مصدر قوة المسلمين لذلك أعلنوا الحرب على كتاب الله كما أعلن الشيعة على كتاب الله وهذه الحرب قديمة قدم نزول القرآن كما قال تعالى وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون يعني أن الغلب لهم على المسلمين إنما تكون باللغو والطعن في القرآن وهذا ما هم عليه الشيعة السبائية وافق شن طبقة ومن أهداف الطعن في كتاب الله أولا يقول حرب المسلمين لأن الكفار رأوا أن أهل الإسلام لا يمكن قهرهم بالسنان والحروب العسكرية لأنهم قوم يحبون الموت كما هم يحبون الحياة وإنما كان هذا الحب للشهادة في نفوس المسلمين لما في كتاب الله من التناء والحتي على الشهادة في سبيله لذلك توجهوا بالحرب إلى القرآن حتى ينتزع القدسية عن القرآن ولهذا نرى أن الشيعة يطعنون في الفتوحات الإسلامية والحتي على الشهادة في سبيله لذلك توجهوا بالحرب إلى القرآن حتى ينتزع القدسية عن القرآن ويتبت أنه ليس من عند الله تعالى وهذا ما يقول الشيعة أن القرآن معظمه من الصحابة الصحابة وضعوا آيات في كتابه العزيز ويتبت أنه ليس من عند الله تعالى بل من عند محمد صلى الله عليه وسلم ولكن الشيعة يخاف أن يقولوا أنه من عند محمد يقولون أنه هو من عند الصحابة ومن ثم يتم إبعاد المسلمين عن مصدر توحيدهم وسر قوتهم إذن القرآن الذي يوحد المسلمين والكعبة التي يجتمع حولها المسلمين يعملون على إسقاطها فإذا سقط القرآن وهدم الكعبة سقط كل شيء في الإسلام وبالتالي يسقط المسلمين وهذا ما ينفده أدنابهم الشيعة السبائية تحت قيادة المجوس منذ زمان وإذا كان هدم الكعبة والمجد الحرام ومجد رسول الله من اختصاصات خسر مجوس المهدي لماذا الجحش الشعبي والقطعان في الحصينيات ومجوس إيران يريدون أن يستولوا على اختصاصات مهديهم وهو الوحيد المخول وله الحق في الهدم والتخريب هو فقط الذي له الحق في الهدم والتخريب أي تخريب المساجد ومقدسات المسلمين لماذا يريدون أن يحتلوا السعودية الآن ومهديهم ما زال في البلوعة أليس هذا دليل واضح أن الشيعة السبائية يعلمون يقينا أن المهدي خسر مجوس مجرد فقاعة وخرافة وثراب ووهم وأنه لن يخرج ولن يطلع من سردابه أبدا فيا حوزتكم والنجف وحوزت لندن وتل أبيب القرآن أقوى منكم ومن غيركم لنقرأ هذا الكلام الجميل هذا كتاب عودة الحجاب القسم الأول معركة الحجاب والصفور محمد أحمد إسماعين المقدم يقول في الجزء الأول صفحة 289 تحت عنوان أقوى من فرنسا يقول ففي ذكرى مرور مئة عام على احتلال فرنسا للجزائر وقف الحاكم الفرنسي في الجزائر يقول يجب أن نزيل القرآن العربي من وجودهم أي من الجزائريين من قلوب الجزائريين ونقتلع اللسان العربي من ألسنتهم حتى العربية لا يتكلمونها حتى ننتصر عليهم وبعد ذلك بسنوات قلائل قامت فرنسا من أجل القضاء على القرآن في نفوس شباب الجزائر بتجربة عملية فتم انتقاء عشر فتيات مسلمات جزائريات أدخلتهن الحكومة الفرنسية في المدارس الفرنسية ولقنتهن التقافة الفرنسية وعلمتهن اللغة الفرنسية فأصبحن كالفرنسيات تماما إلى أن يقول وبعد أحد عشر عاما من الجهود هيأت لهن حفلة تخريج رائعة دعي إليها الوزراء والمفكرون والصحافيون ولما ابتدأت الحفلة فوجئ الجميع بالفتيات الجزائريات يدخلن بلباسهن الإسلامي الجزائري فتارت طائرة الصحف الفرنسية وتساءلت ماذا فعلت فرنسا في الجزائر إذن بعد مرور مئة وثمانية وعشرين عاما من الاحتلال أجاب لاكوست وزير المستعمرات الفرنسي وماذا أصنع إذا كان القرآن أقوى من فرنسا وماذا أصنع إذا كان القرآن أقوى من فرنسا فالقرآن أقوى من فرنسا وأقوى من حوزة لندن وأقوى من حوزة الأبيب وأقوى من حوزة النجف وحوزة قم وأقول لأعداء الله من اليهود والنصار وأدنابهم من السبائية والصفوية المجوس وغيرهم ممن ذكرتهم ولم أذكرهم وهم كتر جعل الله كيدكم في نحوركم لأن القرآن تكفل الله بحفظه والكعبة تكفل الله بحمايتها ولم يتكفل بحماية أرض خربلاء وهذا في كتبكم هذا كتاب ملاد الأخيار في فهم تهديب الأخبار للمجلس الجزء التاسع صفحة 32 يقول الحديث الثاني الحسين بن سعيد عن صفوان وابن فضال عن ابن كبكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال ذكر الدجال فقال فلم يبقى منهل إلا وطئه إلا مكة والمدينة فإن على كل نقب من أنقابها ملكا يحفظها من الطاعون والدجال ثم يقول تحت على الهامش الحديث الثاني موتق كالصحيح موتق كالصحيح إذا المكة والمدينة تحرصها الملائكة باعتراف المعصوم برواية صحيحة فهل كربلاء معصوم من الطاعون ودخول الدجال والسبائية يقولون أن كربلاء أفضل من مكة والمدينة فمهما مكرتم أعداء الإسلام لن تفلحوا وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال صدق الله العظيم ولكن نقول هيهات هيهات روح كل مسلم سني فداء لبيت الله الحرام فداء للكعبة المشرفة فداء لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم فداء فداء لبلاد الحرامين والله هيهات هيهات طالما عندنا قلب ينبض فأرواحنا فداء لبلاد الحرامين ولكن والله الذي رفع السماء بغير عمد هيهات هيهات أن تدوس قدم أي شيعي بلاد الحرامين غازيا لها اللهم بلغنا اللهم أشهد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة